فرصة عمل أم فرصة عمالة ذاليبان دوت كام موقع إلكتروني في ظاهر يؤمن فرصة عمل للبنانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاما والذين ضاقوا ذرعا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية ولكن سرعان ما يتبين بعد وقت أن من يقع في شركه يصبح مجندا للعمالة أحد الزملاء في الامتي في عرض هذه الإشكالية على موقع الامتي في الإلكتروني نحن اكتشفنا الوابسايت من خلال شخص على التواصل الإحنوية كان عم بيطلع على وابسايتات خاصة في لبنان وشفنا أنه الموقع الالكتروني مألف من صفحة واحدة والطريقة اللي معمول فيها طريقة منا بريئة يعني نبين الوابسايت أنه فيه طابع استخباراتي فيه نحن ما منقدر نحدد مصدر الوابسايت لأنني قلتلك الوابسايت صعب تتعقب مصدره بحاجة لأجهزة كتير متطورة أكتر من الإمكانيات اللي نحن معنا إيها صانعوا هذا الموقع المشبوه يدعونا أنه تابع لمنظمة دولية تبحث عن أشخاص من أجل تنفيذ عمل حافل بالتحديات المثيرة تحقيقا لمصالح مشتركة أما المكافأة فهي أشبه بالحلم دعم مادي للمتصل ولعائلته من بينها المال الوفير والرعاية الصحية وتأمين المسكن وتعليم الأولاد خارج البلاد لما شخص بده يأمن وظائف لللبنانيين ما بده كلها التمويه يعني ما بده أنه لا في اسم مؤسسة ولا في اسم شخص ومطلوب الاتصال بطريقة كتير مموهة بعيدة عن البيت ولا الشخص من خلال أشخاص بالخارج ففي أمور تطرح نقاط استفهم يعني عمل أكتر عمل استخباراتي واللي بيخدنا على فرضية أنه يكون الموساد مثلا لأنه أجهزة مخابرات البقوة مع الأسف يعني عم تواجده بالبلد بس الفريق الطرف اللي عنده مشلي هو الموساد القيمون على موقع ذليبان.com يضعون لللبنانيين دفتر شروط للانتساب أولا التواصل معهم فقط من مقهى انترنت بعيد عن المنزل وأن لا يأخذ طالب الوظيفة هاتفه المحمول معه ثانيا على طالب الوظيفة اختيار مكان داخل المقهى حيث يتمكن من التصفح بخصوصية وبراحة ثالثا يطلبون منه فتح بريد إلكتروني باسم مستعار وحساب سكايب باسم مستعار أيضا والاتصال بهم على بريد سكايب الآتي نبيل.نبيل 421 من الأحد حتى الخميس وهو توقيت يثير الريبة لأن السبت هو يوم عطلة في إسرائيل اتصلنا بأعلى المراجع بالكوة الأمنية وضعناهم بالصورة ولينا منواجبنا أن نحط هالأمور بتصرف اللبنانيين ويتاخذ بطريقة كتير جدية لأنه ممكن مستقبل أي لبناني يكون على المحاك كثيرون هم الذين يعانون في لبنان ضائقة مادية واقتصادية والأم تي في تضع هذا التقرير بمثابة تنبيه لهم وبلاغ للأجهزة الأمنية للتحرك سريعا وكشف الجهة التي تنصب الأفخاخ للشباب اللبناني اشتركوا في القناة